اشتركوا في القناة مازل موجود في الحوت لغاية ساعة الصباح وبعدين رح ينتقل لبرج الحمل اغلب اليوم لغاية ساعة الصباح رح يكون في منزلة الرشا وهي للعلاج والربح والسلام والصلاح من ساعات الصباح طبعا تقريبا عند الانتقال او استقرار القمر بالحمل بيصير موجود عندنا القمر في منزلة الشرطين وهي منزلة جيدة لكل ما يخص النساء وغير ذلك فهو سيء جدا من الافضل عدم البدء باي شيء جديد جيدة لعلاج الاسنان والعمليات الصغرى وتقليم الاضافر وحلاقة الشعر اما بالنسبة للزوايا فاول زاوية هي رح تكون بعد الحلقة ذكرناها في حلقة الامس هي زاوية تسديس ايجابية رح تكون بين القمر وبلوتو رح تكون في تمام الساعة اربعة وواحد وخمسين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش وهي بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وافكارنا ونتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا واحداث التغييرات المطلوبة اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تيجي تقريبا في ساعات الصباح هي زاوية تسديس ايجابية رح تكون بين القمر وزحل رح تكون في تمام الساعة ثلاثة وتسعة واربعين دقيقة صباحا ونصبح اكثر قدرة على تنظيم شؤوننا بشكل فاعل وبتعزز لدينا الحس بالمسئولية طبعا بعد هاي الزاوية المباشرة بيبدأ عنا خلو المسار اللي هو من الساعة ثلاثة وتسعة واربعين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش ورح يستمر لغاية الساعة خمسة وخمس دقائق برضو صباحا يعني بمعدل تقريبا بيجي ساعة وربع تقريبا خلو المسار وهذا يعني انه الفترة المذكورة اللي هي الساعة وربع هاي لا تصلح للبدء بأي عمل جديد او مهم مثل توقيع عقد او خطوبة او زواج او شراء شيء ثمين بل اكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار اما بالنسبة لتأثيرات القمر لما بنتقل في ساعة الصباح اللي هو ساعة خمسة وخمس دقائق صباحا بتوقيت جرينيتش بيكون استقر في الحمل فبهاي اللحظة بتنعكس الامور الروحانية اللي كانت عنا والحساسية والعاطفة بتصير الفترة هاي او بنشعر بطاقة كبيرة للعمل وبنكون اكثر تصميم واكثر استقلالية ومنبادر من مشروع جديد ولكن من المحتمل انه نتسرع في تصرفاتنا وممكن نتهور ايضا يجب ان نحذر اكثر على الطرقات من السرعة الفائقة منلاحظ ايضا في هاي الفترة ان اقل صبر في التعامل مع الغير مما قد يقعنا في متاعب ومشدات غير مرغوب فيها منفتقد دبلوماسيتنا ومنكون اكثر عدوانية في فترة وجود القمر في الحمل يستحسن اجراء فحص للعيون اذا استدعى الامر لذلك برضو هاي الفترة جيدة لامور الها علاقة بقص الشعر واقامة حفل ما بعد هاي الزاوية مباشرة او بعد انتقال والاستمرار الزاوية اللي رح تتشكل رح تكون في ساعات المساء فعشانيك الزاوية اللي رح تتشكل هي زاوية تربيع سلبية رح تكون بين القمر وعطارد رح تكون في تمام الساعة اربعة وثمان دقائق مساء بتوقيت جرينيش بعض الاشخاص بيشغلوا فكرهم في استحضار ذكريات من الماضي لا طائل منها وبتجعلهم مزاجي طباع اما بالنسبة لاخر زاوية رح تتشكل هي رح تكون زاوية اقتران سلبية رح تكون بين القمر والمريخ رح تكون في تمام الساعة التسعة وخمستعشر دقيقة مساء ابتخلق لدينا شعور بالملل من اي عمل روتيني فمنكون بحاجة للهدوء والتحلي بالصبر في اي مسعى منقوم فيه يفضل اخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد واللي بيكون محبط عاطفيا بثور ثورة عارمة من الغضب طبعا القمر بما انه رح يكون موجود في الحمل معناة خلو المسار القادم رح يكون يوم 13 سبعة رح يبدأ بالساعة 53 دقيقة مساء بتوقيت جرينيش ورح يستمر حتى تمام الساعة 35 دقيقة مساء بتوقيت جرينيش لا ينتقل القمر بعدها لبرج الثور اما بالنسبة لعمر القمر القمر الان انحسار المربع عشرين يوم في تمام الساعة 9 دقيقة مساء بيصبح عمره 21 يوم نسبة الاضاءة 60% اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في السرطان حتى يوم 22 سبعة المزاج منتحس القمر في الحوت وفي الحمل طبعا لغاية 13 سبعة المزاج رح يكون منتحس خلال هذا اليوم عطارد في السرطان بيتراجح حتى يوم 12 سبعة المزاج منتحس الزهرة في الجوزاء حتى يوم 7 ثمانية المزاج سعيد المريخ في الحمل حتى يوم 9 تسعة بعدين بيبدأ عملية التراجع ومزاجه سعيد المشتري في الجدي بيتراجح حتى يوم 12 تسعة مزاجه منتحس زحل في الجدي بيتراجح حتى يوم 29 تسعة مزاجه سعيد اورانوس في الثور حتى يوم 15-8 بعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه سعيد نبتون في الحوت بيتراجع حتى يوم 29-11 مزاجه سعيد بلوتو في الجدي بيتراجع حتى يوم 14-10 مزاجه سعيد وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا بما ان القمر موجود في بيت المتاعب عندكم فمعناته راح تظل الضغوطات او التعب راح يظلم سيطر عليكم حتى ساعات الصباح من ساعات الصباح بنتقل البيت الاول عندكم فبتبدأ فترة افضل بتعيد لكم نشاطكم المفقود بتشعروا بطاقة كبيرة وحماسة وجراءة عالية جدا من ساعات الصباح يعني بتقدروا تنجزوا اشياء كثيرة وبرضو بتحسوا بحيوية عالية جدا اما بالنسبة للبيت الثاني فالاجواء جيدة على المستوى المالي فممكن اليوم تنشطوا بعض المسائل المالية او امور لتحصيل مالي او ممكن تجيكوا على شكل هبات او مساعدات او هدايا او ممكن تستغلوا بعض الفرص الايجابي وخصوصا في العمل الاضافي اهم شيء انك تقللوا من المصاريف اما بالنسبة للبيت الثالث فالاجواء تقريبا بتكون متقلبة يعني فيه نوع من انواع العصبية عندك ولكن هي الاغلب رح يكون عليكم عندكم نشاط عالي جدا تقدروا تنجزوا اي امور اليوم برضو عندكم سرعة بديهة عالية جدا تقدروا تقنعوا اي شخص بوجهة نظركم بتلاقي انه فيه حيوية ظاهرة عليكم بتنشط في امور التسويق والتنقلات والاتصالات والنزهات والحركة فاليوم غالب عليكم هذا المجال لكن اثناء تحركاتكم حاول انك تنتبه اثناء القيادة خوفا من التسرع وبرضو بدك تحذر من العصبية اما بالنسبة للبيت الرابع فالاجواء ما زالت على مستوى البيت يعني شوي بتشكل نوع من انواع الضغوطات فعشان هيك بتظلك محتد او متحسس من تصرف احد الابناء او احد افراد العائلة ممكن يصير فيه سوء تفاهم او ممكن يصير حدث معين يزعجك ويخليك تعصب او تحتد ممكن يكون فيه قلق على مستوى اشياء لها علاقة بالتصليحات او الترميمات او امور لها علاقة في البيت اما بالنسبة للبيت الخامس فالاجواء من ساعات الصباح بتصير ايجابية بتدعمك بقوة وبتعزز العلاقة ما بينك وبين الحبيب وبتعمل نوع من انواع لانسجام ما بينك وبين احد الاحبة اللي هو احد الابناء او احد الوالدين اما بالنسبة للبيت السادس فالاجواء على مستوى العمل ممكن شوي في ساعات المساء تنضغط او في ساعات ما بعد الظهر تنضغط في امور الها علاقة بالعمل او يتراكم العمل عندك اهم شي انك تراقب وضعك الصحي بشكل جيد ما في داعي للمغامرات ولا للمجازفات خلال هذا اليوم اما بالنسبة للبيت السابع فالاجواء تقريبا نقدر نحكي انها جيدة على مستوى الشراكي بتقارب ما بينك وبين الشريك ولكن بالمقابل بتضعفك او بتضعف طاقتك فعشان هيك بدك تنتبه للصحة اما بالنسبة للبيت الثامن فالاجواء ممكن تدعمك على مستوى مسائل الها علاقة في الاموال المشتركة امور الها علاقة في البنوك او الضريبة او التامين ولكن ممكن يقلقك مسألة الها علاقة بالحسابات او بالديون او باموال اليك بتحاول انك تحصلها خلال هذا النهار اما بالنسبة للبيت التاسع فالاجواء تقريبا من ساعات الصباح بتصير ايجابية وبتعزز قدرتك على الاتصالات بشكل قوي جدا وبرضو اللي عنده امتحان او مناقش اليوم ببدع فيها يعني بقدر يبادر بشكل قوي وفي عندكو برضو رغبة بالاتصالات والمواصلات والتنقلات والاهتمامات بامور الها علاقة بالسياسي او الفلسفي او الامور النقاشية اما بالنسبة للبيت العاشر فالاجواء تقريبا على مستوى بيت السمعة جيدة بتدفع الاهتمام لغاية ساعات الصباح بتعزز امورك او الامور اللي الها علاقة بالسمعة وممكن تنجز بعض الاعمال لغاية ساعات الصباح ولكن من ساعات الصباح بدك تنتبه من اي خطوة او اي امر ممكن يشوه سمعتك حاول انك ما تجازف وما تغامر وما تخالف القوانين حاول انك برضو تعمل يعني علاقة ودي ما بينك وبين زملائك وبين رؤسائك بالعمل اما بالنسبة لبيتك 11 فالاجواء جيدة بتدعمك على مستوى الصداقات والعلاقات فممكن اليوم تهتم ببعض المسائل اللي الها علاقة بالتحركات وخصوصا من ساعات الصباح فبتنشط اما بالزيارات او باللقاء الاصدقاء او بالتواصل معهم وفي منك رح يتوجه له دعوة الى حضور حفلة او مناسبة او لقاء بجمعه مع اشخاص بارتاح لهم برج الثور بالنسبة للبيت الاول فطبعا معروف انه اليوم انتو لغاية ساعات الصباح يعني بظل بكون في عندكو ثقة بالنفس ومشحونين بطاقة كبيرة وعندكو سرعة بديهة عالية وبرضو يعني فيه اشياء ايجابية بتكون عندكم ولكن من ساعات الصباح بما ان القمر رح يكون في بيت المتاعب فهذا رح يضغط على شخصيتكم شوي سبب لكم نوع من انواع التوتر او القلق او عدم القدرة على انجاز بعض الامور او تتعامل بشكل روتيني اكثر لكن حافظ على مزاجك من التقلبات اما بالنسبة للبيت الثاني فالاجواء تقريبا بتكون ضغطة على بعض المسائل المالية خلال هذا اليوم فممكن تقلق بشأن مالي او دفعات او التزامات او اشياء لها علاقة بالحسابات ممكن تحصل بعض المكاسب ولكن بترتفع عندك امور المصاريف اما بالنسبة للبيت الثالث فالاجواء ضغطة على مستوى الحوارات والاتصالات والتنقلات فممكن اليوم العصبية تكون ظاهرة بشكل مباشر عندك حاول تشحن حالك بطاقة ايجابية بدون انفعال ولا عصبية وفي نفس اللحظة ركز اذا كان عندك امتحان او مناقشة لانه الامر ما بيستوجب انك انت تعتمد على الحضوض اما بالنسبة للبيت الرابع فالاجواء على مستوى البيت تقريبا جيدة خلال هذا اليوم في نوع من انواع التلاقي او التقارب ما بينك وبين افراد العائلة ممكن اليوم تهتم ببعض المسائل العائلية او تتقارب انت وافراد العائلة او تحل مسألة عائلية ممكن تنشط ببعض الامور اللي يعني بتتعلق في احد افراد العائلة يعني اما لقاء زيارة مثلا اشياء العلاقة بالترتيبات بالتصليحات باحد افراد العائلة بيكون تعبان بالدك الجاري يعني هاي الامور اما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي اليوم ممكن يكون فيه نوع من انواع التقصير او اشياء يعني شوية بتضغطك بشكل سلبي بتخلي عندك نوع من انواع الحدية او العصبية او تتحسس من بعض المواقف حاول تشحن حالك بطاقة ايجابية وما تخلي فيه فجوة تصير ما بينك وبين الاحبة يعني بين الحبيب او بينك وبين احد الابناء او احد الوالدين اما بالنسبة للبيت السادس فالاجواء جيدة على مستوى العمل فاليوم ممكن تنجز بعض الاعمال الضرورية والمهمة ولكن بالمقابل بدك تنتبه لصحتك لان صحتك بتكون متقلبة بالفترة هاي ممكن تشعر ببعض التوععكات او التقلبات على المستوى الصحي اما بالنسبة للبيت السابع فعلى مستوى بيت الشراكي الاجواء تقريبا بنقدر نحكي انها جيدة خلال هذا اليوم بتحمل نوع من انواع التقارب او التلاقي ما بينكم ولكن احذر بسبب عصبيتك من يعني شوي امور تتحسس فيها او اثارة المشاكل او خلافات ما بينك وبين الشريك شريك المال او شريك العاطف اللي هم الازواج اما بالنسبة الى البيت الثامن فالاجواء على مستوى الاموال المشتركة تقريبا بيكون فيها نوع من انواع الضغط ممكن تقلق ببعض المسائل المالية او حسابات او فوتير او التزامات او دفعات او اهتمام بجدولة بعض الدولة او بيحاول الترتيب وضع للحصول على بعض الاموال اللي بتيجيك يا اما من قرد او نوع من المساعدة او نوع من انواع الدعم اما بالنسبة للبيت التاسع فالاجواء شوي تكون شحنيتك خلال اليوم بنوع من انواع العصبية وخصوصا من ساعات الصباح على مستوى الاتصالات والحوارات والنقاشات اللي عنده امتحان اليوم او تنقلات على الشوارع المفتوحة بده ينتبه بشكل جيد وبرضه بده يدرس بشكل جيد وما يعتمد على الحضوض البيت التاسع تقريبا هو بيت حساس جدا وبيت حليف لايلك فعشان هيك الضغط لما بيكون موجود عليه بيأثر على كثير من الاشياء الايجابية في حياتك ما تخلي الامور السلبية تسيطر عليك على مستوى هذا البيت وخصوصا الاوراق القانونية والمعاملات والامور القانونية يعني بالتركيز اما بالنسبة للبيت العاشر بيت السمعة فتقريبا الاجواء منقدر نحكي انها روتينية خلال هذا اليوم يعني عملك وانجاز اعمالك تعاملك مع زملائك رؤساء عملك بشكل روتيني الا اذا الطرف الاخر هو مستفز فممكن انه لانه عندك قابلية للعصبية انك الثور من خلال هذا الموضوع اما بالنسبة لبيتك 11 بيت الاصدقاء فطبعا القمر موجود فيه لغاية ساعات الصباح فعشان هيك بظل من الان لغاية ساعات الصباح بتنشطوا ما بين الاصدقاء وما بين الحوار معهم او الاتصالات معهم او التلاقي معهم او ممكن دعوة لحضور حفلة او مناسبة تكون في ساعات المساء مثلا الليلة الان بعد الحلقة ولكن من ساعات صباح اليوم خلاص الامور هيك بتدخلوا انتو او بدخل القمر في بيت المتاعب فعشان هيك بتدخلوا بفترة غير مريحة بتلزمكم الانتباه اكثر لصحتكم ممكن تتعطل بعض المسائل او تتأخر او تتأجل خلال الفترة هاي فبتكونوا جاهزين لامور هاي ما تحاولوا تبدأوا باي شيء جديد وركز على كل شيء بتعمله بدون مجازفات او مغامرات برج الجوزاء طبعا بما ان القمر رح يكون موجود في البيت العاشر ورح ينتقل لبيتكم 11 فشوي الامور رح تتركز او كلها على العلاقات والمعارف والعلاقات الاجتماعية واشي العلاقة بالعمل او الاصدقاء اما بالنسبة للبيت الاول فالاجواء تقريبا الى من ساعات الصباح بتختلف او بتتغير بشكل ايجابي بتصير دعم لا اليك لان القمر رح يصير في بيت او ببرج حليف لا اليك فبشحنك بطاقة بيخلي عندك ثقة بالنفس عالية جدا ممكن تنجز بعض الامور المهمة او الاعمال المهمة خلال هذا اليوم وممكن تتحرك في اكثر اتجاه من بعض اما بالنسبة للبيت الثاني فالاجواء ممكن تصير ضاغطة على مستوى الامور المالية فممكن تظهر بعض المسائل المعقدة او المصاريف او يعني تصير فيه نوع من انواع الاجراءات ضدك او تيجي دفعات مالية بشكل مفاجئ جدا او تتغرم مسألة مالية حاول انك تركز في هاي الامور وحاول انك تركز بانك ما تخالف القوانين عشان ما تصير هاي الامور لانه فيه قابلية لكل هاي الاشياء اللي انا حكيتها اما بالنسبة للبيت الثالث فالاجواء بتصير جيدة من ساعات الصباح على مستوى التنقلات والاتصالات والحوارات بتنشطوا باشياء ايجابية بتساعدكم بالتواصل مع الناس وبصير عندكم قدرة عالية جدا على الاقناع وسرعة بديها ممتازة كمان اللي عنده مناقشة او عنده امتحان من ساعات الصباح تقريبا بتكون الامور جيدة واللي صالحوا اما بالنسبة للبيت الرابع فالاجواء من ساعات الصباح تقريبا بصير فيها نوع من انواع الضغط على مستوى البيت والعائلة فممكن يتراكم عندك بعض الاعمال او تنضغط في بعض الاشياء العائلية او يكون فيه نوع من انواع النقاش الحادي اللي سبب لك نوع من انواع الاحراج او نوع من انواع العصبية دير بالك وما تشربك حالك بكثير مسائل خلي فيه مسافة يعني او تقرب ما بينك وبين افراد العائلة يعني ما توسع المشاكل بشكل كبير عساس انه انت مش يعني مش جاهز لهاي الامور بالفترة اما بالنسبة للبيت الخامس فالاجواء على المستوى العاطفي تقريبا من ساعات الصباح بتصير ايجابية وبتدعمك بقوة فممكن تعزز علاقتك مع الحبيب او تعمل تقارب ما بينك وبين الحبيب او تنجز بعض الامور المهمة اللي تقارب ما بينك وبين الاحبة لهم احد الوالدين او احد الابناء او الحبيب اما بالنسبة للبيت السادس فالاجواء على مستوى العمل ما زالت ضاغطة فهاي بتسبب لك نوع من انواع التوتر او الحدية او الخلافات فممكن تظهر بعض المشاكل في العمل خلال هذا اليوم او تحتد او تعصب من مسألة معينة بدك تمسك عصابك ناقش بثقة حاول ما تكبر الامور وحاول ما تستفز اللي بيشتغلوا معك في مكان العمل اما بالنسبة للوضع الصحي فبدك تنتبه له بشكل جيد الوضع يعني مش داعم للك بالعكس الفترة هاي فيها نوع من انواع الضغطات على مستوى العمل والصحة اما بالنسبة للبيت السابع فالاجواء على مستوى بيت الشراكة شوي فيها نوع من انواع الايجابية فهي بتقارب ما بينك وبين الشركاء وممكن انه اليوم يصير فيه انسجام او تراجع عن قرار سابق كان او خلاف سابق كان ما بينك وبين الشريك او ما بينك وبين الزوج او الزوجة اليوم ممكن يكون فيه مبادرة لمصالحة اما بالنسبة للبيت الثامن فالاجواء ما زالت ضغطة على مستوى الاموال المشتركة فهي بتسبب لك نوع من انواع العبئ او الامور اللي الها علاقة في القروض او الديون او الالتزامات او تراكم بعض الديون عليك او انه بتقلق في بعض الحسابات او الالتزامات حاول برضو انك ما تجازف بالمصاريف اما بالنسبة للبيت التاسع فالاجواء تقريبا نقدر نحكي انه فيها نوع من انواع الايجابية وبتدعمك خلال هذا اليوم فممكن تنشط ببعض الاتصالات البعيدة او الحوارات او التواصل مع اشخاص خارج البلاد ممكن تظهر بعض المسائل اللي لها علاقة بالقانون او اوراق القانون او تناقش في مسائل اللي لها الارتباط بالقوانين في منكم راح ينشغل برضو في امور اللي لها علاقة بالعقود والمؤسسات النوالية برضو بدك تهتم بدراستك اذا كان عندك امتحان او دراسة بدك تركز بشكل جيد اما بالنسبة للبيت العاشر فطبعا القمر موجود لغاية الصباح فيه فعشانيك بتقدروا تحافظوا على انجازاتكم القائمة في مجال العمل اهم اشي انه تواصلوا اي عمل كنتم فيه او بدأتوا فيه من قبل وتستمروا في انجازه اما من ساعات الصباح طبعا بتنشطوا في امور اللي لها علاقة بالاتصالات مع الاصدقاء او اللقاءات او دعوة لحضور حفلة او مناسبة او الاستعانة ببعض الاصدقاء لمساعدتك او دعمك في مسألة معينة او انه شوي يقفلوا بصفك لانجاز بعض الامور المهمة اما بالنسبة لبيت المتاعب فالاجواء تقريبا نقدر نحكي انه فيها نوع من انواع الايجابية اللي بتساعدك على انجاز بعض الاعمال ولكن اهمش انك ما ترهق حالك ركز بشكل جيد حاول ما تندفع وما تتهور بالفترة هاي يعني اذا شعرت بايشي غير اعتيادي حاول انك تراجع اهل الاقتصاص اما بمجال العمل او بمجال الصحة برج السرطان طبعا بالنسبة لبرج السرطان معروف ان القمر كان موجود في بيت حليف لالكم اللي هو البيت التاسع وبدو ينتقل لبيت السمعة فعشان هيك اليوم الامور متقلبة رح تكون على مرحلتين يعني مما بين اتصالات وحوارات وتقرب مع الاحبة او المعارف ولا بيت السمعة والدفاع عن السمعة او اشياء لها علاقة بمكان العمل اما بالنسبة لبيت الاول فالاجواء تقريبا نقدر نحكي انه اليوم يعني من ساعات الصباح ببلش فيه نوع من انواع الضغط او بتتراكم عندك الضغوط او شوي بتتحسس او ممكن انه يكون فيه تقلبات على مستوى المزاج اما بالنسبة للبيت الثاني فالاجواء تقريبا بتكون جيدة على المستوى الامور المالية فممكن تحصل بعض الاشياء المالية اللي بتيجي من عمل اضافي او دعم او هبات او مساعدات ولكن المطلوب انك تركز بشكل جيد وتقلل من مصاريفك وما تدخل باشياء بدون دراسة وافية اما بالنسبة للبيت الثالث فالاجواء تقريبا يعني من ساعات الصباح بتكون جيدة بتساعدك في تنقلاتك حواراتك اتصالاتك ممكن اليوم تنشط ببعض الامور ولكن ما عندك التركيز الكامل للدراسة والامتحانات يعني اذا كان عندك امتحان او مقابلة بدك تركز بشكل جيد وفي نفس اللحظة ممكن تنشط ببعض المسائل اللي الها علاقة بالتسويق او الحوارات اما بالنسبة للبيت الرابع فالاجواء على مستوى البيت شوي فيها نوع من انواع التوتر فممكن تزعل او تعصب او تغضب لاجل التزام معين منزلي او مع افراد العائلة او يتراكم عليك المسئولية وتلاقي انه انت حامل المسئولية وفي اشخاص تخلت عنك او عدم مساندتك في بعض الامور البيتية او العائلية ممكن ينفتح نقاش معين فانت هذا النقاش شوي يكون مستفز او يكون مش بالمزاج اللي انت جاهز له عشان تستقبل هاي الامور اما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي الاجواء متقلبة فممكن تتحسس اليوم من تصرف الحبيب او يكون لك ردات فعل سلبية في بعض المواقف حاول تشحن حالك بطاقة ايجابية وبرضو في نفس اللحظة ما تدخل بنقاشات حدي مع احد الاحبة اللي هم الابناء او الحبيب او افراد العائلة اللي هم الاب والام اما بالنسبة للبيت السادس فالاجواء على مستوى الصحة ممكن تتحسن بشكل ايجابي خصوصا من ساعات الصباح ممكن تحس بطاقة ايجابية او تدعمك باتجاه معين لتكون المعنويات عالية برضو تساعدك في مجال العمل لانجاز بعض المهام او بعض الاعمال بشكل جيد اهم ايش انك تركز وما تحمل اكتر من شغل مع بعض ركز على عمل واحد وبس تنجزه وروع على عمل الثاني واهتم لشغونك الصحية اما بالنسبة للبيت السابع فالاجواء على مستوى بيت الشراكة شوي فيها نوع من انواع الضغط والحساسية اليوم فعشان ايك من ساعات الصباح دير بالك من الخلافات او الحدية بالمزاج او تستاء من تصرف الشريك اللي هم الازواج تحديدا او ممكن يصير ردة فعل او تحس انه لا مبالي او يسمعك كلمة بالمكان او الوقت المش مناسب فتستفزك هاي الكلمة فالو تركت العمر لعصبيتك رح تسوي جريم اليوم اما بالنسبة للبيت الثامن فالاجواء على مستوى بيت الاموال المشتركة تقريبا بنقدر نحكي انها جيدة فبتدعمك فممكن تنجز بعض الامور المهمة خلال هذا اليوم او تهتم ببعض المسائل المالية او ممكن يكون لك زيارة لبنك او ضريبة او تأمين او امور الها علاقة باسترداد بعض الاموال اللي بتعود لك او بتحاول انك ترتب مسألة الها علاقة بقرض او مساعدة اما بالنسبة للبيت التاسع فقلنا انه القمر حيكون موجود لغاية ساعات الصباح فلغاية ساعات الصباح اللي بده يتقدم بامتحان او مقابلة او خلال هذا اليوم تحديدا اللي بده يتقدم لامتحان او مقابلة يجب ان يستعد بشكل جيد وخصوصا يعني الاشخاص اللي بكون عندهم امتحانات زي ما حكينا واللي عندهم مقابلات او عندهم اشياء لها علاقة بالمناقشات بدهم يركزوا بشكل جيد طبعا من ساعات الصباح القمر بيصير في بيتكم العاشر فعشان هيك بتنجحوا في المحافظة على مصالحكم الاجتماعية وتعزيز اموركم العملية فممكن تنشطوا في مجال العمل او تدعيم اشياء لها علاقة بالعمل او اذا حاب تقدم لعمل برضو اليوم مناسب او في منكم ممكن يهتم ببعض الامور اللي لها علاقة بالزملاء او الرؤساء بالعمل اما بالنسبة لبيت الاصدقاء فالاجواء جيدة وبتدعمك على مستوى بيت الاصدقاء فممكن اليوم نحمل لك مناسبة او لقاء او تعامل ما بينك وبين صديق او تلاقي على مسألة معينة وممكن انجاز بعض الاعمال بشكل مشترك اما بالنسبة لبيت المتاعب فالاجواء ضاغطة فعشان هيك منقول لك دير بالك يا ما ترهق حالك كثير يعني ممكن شوي تهتم ببعض الشؤون الصحية او الرقابة الصحية خلال هذا اليوم وممكن تهتم بانجاز بعض الاعمال بشكل جيد ولكن ما تراكم الاعمال وبرضو ما تجهد حالك كثير وراقب غذائك برج الاسد طبعا بالنسبة للقمر لا غاية ساعة الصباح موجود في البيت الثامن الو علاقة بالاموال المشتركة والو علاقة بالامور المالية والحسابات وامور ظاهر على الامور المالية وراح ينتقل البيت التاسع في ساعات الصباح اما بالنسبة للبيت الاول فعالمستوى النفسي تقريبا الاجواء اليوم وخصوصا من ساعات الصباح بتتحسن بشكل ملحوظ بصير فيه طاقة كبيرة وبرضو عندك قدرة على انجاز كثير من المهام وبتحس انه فيه نشاط وحيوية عندك وعندك اكثر من مخطط او اكثر من ترتيب اليوم بتحاول تنجزهم اما بالنسبة للبيت الثاني فالاجواء تقريبا على المستوى المالي ممكن تظهر بعض المسائل المالية او الارباكات المالية او الدفعات او الحسابات خلال هذا اليوم ممكن تنشغل بموضوع تحصيل مالي او امور الها علاقة بالعمل الاضافي اهم اشي انك تقلل من المصاريف اما بالنسبة للبيت الثالث فالاجواء تقريبا بتكون جيدة ولكن بدك تدير بالك من العصبية وردات الفعل اللي شوي ممكن تكون فيها نوع من انواع الحدية حاول قدر الامكان انك تنجز اعمالك بشكل جيد وبالمقابل تنتبه اثناء القيادة او اثناء تحركاتك خوفا من الاصابات وبرضو اثناء الامتحانات او النقاشات او المناقشات بدك تكون مستعد بشكل جيد اما بالنسبة للبيت الرابع فالاجواء تقريبا على مستوى البيت يعني تقريبا بتكون الامور جيدة بتعمل نوع من انواع التقارب ما بينك وبين افراد العائلة ممكن اليوم تحمل لك بعض المسائل اللي فيها نوع من انواع التقارب او التآلف ما بينك وما بين افراد العائلة او الاجتماع او اللقاء او مسألة عائلية هيك بتنشغله في عملية حلها او العملية النقاش فيها او عملية ترتيبها بشكل جيد اما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي تقريبا من ساعات الصباح لاجواب الصير جيدة فبتحمل لك نوع من انواع التقارب مع الحبيب او الاتصال او زيارة مثلا او الخروج في نزهة او تغيير جو خلال هذا اليوم ممكن برضو تهتم ببعض المسائل اللي الها علاقة باحد الابناء او احد الوالدين اما بالنسبة للبيت السادس فبدك تنتبه بشكل جيد من ساعات الصباح فممكن يتراكم عندك العمل اليوم او ما تقدر تنجز كل الاعمال المطلوبة منك بالمقابل بدك تهتم لصحتك ولمجهودك حاول اذا شعرت بايشي غير اعتياد اليوم انك تراجع طبيبك اما بالنسبة للبيت السابع فالاجواء تقريبا نقدر نحكي انها من ساعات الصباح بصير جيدة تحمل نوع من انواع الايجابية بتعاملك مع شريكك او شريك الحياة او شريك المال يعني ما بين الازواج فممكن اليوم يعني تحمل لك لقاء او اتفاق او تراجع عن قرار سابق او اذا كان في مشاكل بينكم اليوم جيد للمصالحة اما بالنسبة للبيت الثامن فالاجواء مثل ما حكينا انه القمر موجود في البيت الثامن فبكون في نوع من انواع التركيز خلال اليوم هذا على امور الهلاقة بتفحص حساب مشترك اهم شي ان كتم تنعوه عن اي خطوة مالية جديدة يعني الاجواء المالية بتكون ظاهرة بشكل قوي خلال هذا اليوم وممكن بعض الاهتمامات المالية تكون شوي ضاغطة عليك اما بالنسبة للبيت التاسع فالاجواء جيدة من ساعات الصباح يعني بتدعمك بشكل قوي على مستوى الاتصالات والحورات وعلى مستوى التنقلات ما بين المدن ممكن تهتم ببعض المسائل المسائل اللي الها علاقة بالدراسة او ببحث معين او امور فلسفي او امور دين او امور علم مثلا او الاهتمام بالغيبيات في منك ورح يهتم ببعض المسائل اللي الها علاقة بالاوراق او المعاملات القانونية ورح تكون لصالحه بشكل ايجابي اما بالنسبة للبيت العاشر فالاجواء يعني جيدة خلال هذا اليوم ممكن تحملك بعض التعاون ما بينك وبين بعض المعارف اما استشارة او تستشار في مسألة معينة او تقدم يد مدلعون لاحد الاصحاب او المعارف في منك ورح يهتم ببعض المسائل الها علاقة بالعمل اهم اش انه ما تخلوا العمل يتراكم عندكم ديروا بالكم من العصبي وردات الفعل او انك تحتدوا اثناء التعامل مع زميل او مع رئيسكم بالعمل او مع زبون مثلا اذا عندكم محل تجاري اما بالنسبة لبيت الاصدقاء فالاجواء جيدة وبتدعمك بشكل قوي خلال هذا اليوم فبتحمل لك اما مناسبة او دعوة او حضور حفلة او اجتماع او لقاء مع الاصدقاء يعني الاجواء تقريبا ما بينك وبين الاصدقاء الاجواء الاجتماعية جيدة وممتازة وبتدعمك بقوة ممكن تستفيد من بعض المناسبات او تتعرف على بعض الاشخاص يساعدوك في بعض الامور اما بالنسبة لبيت المتاعب فما زالت الاجواء فيها نوع من انواع الضغط بدك تدير بالك يعني حاول انك ما تحتد وبرضه ما تعصب انتبه لا اعمالك حاول ما تخلي الاعمال تتراكم عندك صحيح انه في نوع من انواع الجهد في بعض الاشياء المخيب الامال خلال هذا اليوم ولكن انه انت اذا بتقدر ترتبها بشكل جيد وتشحن حالك بطاقة ايجابية ممكن تتجاوزها في منك اشخاص رح يهتموا بشؤونهم الصحية او بعض الظروف الصحية اللي بتتعلق فيهم او في احد الاحباء برج العذراء طبعا المعروف ان القمر موجود بالايام الماضية لغاية اليوم لساعات الصباح مقابلكم مباشرة من ساعات الصباح بنتقل للبيت الثامن يعني بتحرك عن مقابلكم شوي شوي بصير اهتمامكم في الاول كان في مواضيع الشراكة او الامور الشراكة او بالازواج او بين الازواج او يعني كان الاهتمام بهاي المنطقة اليوم بصير الاهتمام على الامور المالية وخصوصا الامور المالية المشتركة اما بالنسبة للبيت الاول فالاجواء على المستوى الشخصي اليوم تقريبا نقدر نحيي انه متقلبة يعني في لحظات بكون لغاية الصباح مزاجك بكون جيد اه صحيح انه فيه نوع من انواع الضغوطات او بتحس انه ما عندك طاقة كبيرة للامور ولكن من ساعات ما بعد الصباح يعني بتلاقي الامور تقريبا صارت احسن بتلاقي فيه نوع من انواع النشاط اكثر بتلاقي انه فيه نوع من انواع الترتيب او الرغبة بانجاز بعض الامور ولكن بدك تنتبه من العصبية اما بالنسبة للبيت الثاني فالاجواء تقريبا بتكون خلال اليوم جيدة وخصصا على مستوى الامور المالية فممكن تحصل او تهتم ببعض المسائل المالية خلال هذا اليوم ممكن ترتب بعض الفواتير او الدفعات ممكن تحصل بعض الاموال من عمل اضافي او نوع من انواع المستردات المالية او نوع من انواع الدعم ولكن بالمقابل حاول انك تقلل من مصريفك وترتب امورك بشكل جيد اما بالنسبة للبيت الثالث فالاجواء اليوم ضاغطة عليك ففيه نوع من انواع السلبية يعني فيه نوع ضاغط عصبية حدية يعني سهل جدا استفزازك فحاول قدر الامكان انك تمسك عصابك حاول ما تنفعل حاول ما تعصب وبرضو اذا كان عندك امتحان او تنقلات اليوم حاول انك تركز بشكل جيد وتستعد بشكل جيد وتنتبه وما تغامر وما تتجارة اثناء القيادي اما بالنسبة الى البيت الرابع فهو جيد مع البيت الثالث بيجعل فيه نوع من انواع التعامل ما بينك وبين اخ او جار او احد افراد العائلة ممكن يصير تقارب ما بينك وبين احد افراد العائلة خلال هذا اليوم وممكن يكون فيه اهتمام لمسألة عائلية او ترتيبات او انشغلات او اجتماع عائلي مثلا ممكن مشتريات او اشياء روتينية انت متحود تعملها على مستوى البيت اما بالنسبة البيت الخامس فالاجواء على المستوى العاطفي ما زال فيها نوع من انواع الحدي بتعمل تقلب المزاج بتعمل نوع من انواع التحسس بتخلي عندك حافز للانتقاد او توجيه الانتقادات للحبيب حاول قدر الامكان انك تمسك عصابك وما تنفعل وما تعصب وما تستفز في نفس اللحظة في منك رح يكون له تعاون مع احد الوالدين او احد الابناء اما بالنسبة البيت السادس فالاجواء داعم اليوم ممكن تنجز بعض الاعمال الضرورية والمهمة خلال من ساعات الصباح بتعزز عندك الثقة بالنفس والرغبة بانجاز بعض الاعمال بقوة في منك رح يكون له بعض الاهتمامات او النتائج العلاجية او لبعض الفحصات وتكون لصالحه او يكون فيها نوع من انواع الطمأنينة اكثر اما بالنسبة للبيت السابع فكما ذكرنا في البداية انه اول اشي القمر لغاية ساعات الصباح موجود في البيت السابع عندك فبظل عندك نوع من انواع الاهتمام في امور يعني لها علاقة بالشراكة الشراكة المالية والعاطفية فممكن يتعززوا الشراكاتكم خلال هذا اليوم وممكن يكون لكم بعض الاهتمامات بتقارب ما بينكم بين الازواج او الاهتمام باوراق قانونية اما من ساعات الصباح طبعا القمر بنتقل للبيت الثامن فبتنهمكم في عادة تنظيم اموركم المالية المشتركة وامور الها علاقة بالمؤسسات المالية زي مثلا بنوك ضريبة تامين او مستردات مالية او مطالبة ببعض الديون او الاموال اللي بتعود لك بتحاول انك تسترج جزء منها اما بالنسبة للبيت التاسع فالاجواء ما زالت فيها نوع من انواع الضغط خلال هذا اليوم فبتعمل تقلب بالمزاج عندك فممكن تحتد او يصلك خبر من خارج البلاد او يتأخر لك بريد او مثلا بيكون في صعوبة اثناء الدراسة او الحفظ اذا كان عندك امتحان او مقابلة او مناقش اليوم او اجتماع او دورة مثلا او بتتعلم لغة بدك تركز بشكل قوي جدا وحاول انك تكرر المسائل لحديث ما تفهمها بشكل جيد اللي عنده امور الها علاقة بالاوراق القانونية او المعاملات برضو نفس الشيء بده يجهز حاله بشكل كبير وفي نفس اللحظة بده يستعد ويجهز اوراقه وما يتأخر اما بالنسبة للبيت العاشر فالاجواء اليوم تقريبا نقدر نحكي انها فيها نوع من انواع الايجابية على مستوى العمل او على مستوى دورات او على مستوى علاقات او على مستوى معارف فممكن اليوم تنجز بعض الاعمال الضرورية والمهمة ممكن تدافع عن سمعتك وتعزل سمعتك بشكل قوي وممكن يكون لك بعض الاهتمام على مستوى عملي جديد او تقديم طلبات العمل او مقابلات او تجهيز العمل زي دورات تدريبية او زي تأهيل للقدرات وفي منك راح يكون له تعاون مع اخ اوجر اما بالنسبة لبيتك 11 اللي هو بيت الاصدقاء فتقريبا الاجواء ما زال فيها نوع من انواع الضغط وهي بتسبب لك نوع من انواع النفور او الفتور في علاقتك مع الاصدقاء ممكن يعني تتجنب لقاء البعض منهم وتزكل بعض منهم للتلاقي ولكن ممكن انك تكتفي بالاتصالات اهم شي انه ما تخلي يصير خلاف ما بينكم وما تخلي نوع من انواع الحدية تصير ما بينك وبين اصدقائك ممكن يكون لك اليوم اهتمام في اجتماع او في لمة مثلا او مرافقة بعض الاصدقاء اما بالنسبة للبيت 12 بيت المتاعب فالاجواء ما زالت اليوم يعني فيها نوع من انواع الضغط اكثر من الايام الماضية مس انه شوي فيها امكانيات انك تشحن حالك بطاقة وتتجاوزها اذا رتبت انك ما ارهقت حالك بالاعمال رتبت على عمل واحد انجزه بعدين انتقل للثاني ما ترهق حالك راقب وضعك الصحي بشكل جيد وبرضو راقب راحتك وراقب غذائك بشكل جيد الامور بتكون ممتازة برج الميزان طبعا بتظل الامور اللي الها علاقة بالاطبة او المستشفيات او العمل او الضغط على العمل يعني هاي بتظلها موجودة لغاية ساعات الصباح بعدين من ساعات الصباح بتخف الامور هاي بتظهر مكانها امور الها علاقة بالشراكة الشراكة المالية والعاطفية بالنسبة للبيت الاول اليوم تقريبا الاجواء بتصير فيها نوع من انواع الايجابية صحيح ان وجود القمر مقابلك تماما بضعف من طاقتك الا انه اليوم بتشعر في بعض الايجابية او بعض الطاقة موجودة عندك او القدرة على تجاوز الضغط او السلبيات اما بالنسبة للبيت الثاني فالاجواء تقريبا بتظهر بعض المسائل المالية اما التزامات او دفعات او رغبة بالاسراف او المصاريف او بتحاول انك انت تبذر اموالك في اتجاه معين حاول قدر الامكان ان انت تمسك حالك من هاي الرغبة وتركز على الاشياء المهمة والضرورية اما بالنسبة للبيت الثالث الاجواء تقريبا فيها نوع من الانواع الايجابية على مستوى التنقلات والحوارات والاتصالات برضو عندك قدرة عالية على الاقناع وعندك رغبة قوية بالتواصل مع الناس او التنقلات او الخروج لتغيير جو او الرغبة بالانطلاق بفكرة او بمشروع او التسويق لا شيء معين اهم اشي انك تحكم عصبيتك اهم نقطة وممكن يكون لك تعاون ما بينك وبين اخ او جار اما بالنسبة للبيت الرابع فالاجواء ما زالت على وضع البيت شوي فيها نوع من انواع الاضطراب او الحدية او العصبية او فرض الرأي او التحكم او المزاجية او التقلب بالمزاج ممكن تدخل بنقاش حاد او تنتقد اسلوب مثلا عائلي او نقاش عائلي او يستفزك اسلوب معين او انتقاد معين حاول انك تمسك عصابك وما تكبر وتضخم الامور ممكن يكون لك بعض الاهتمامات العادية او اعمال منزلية في منها جزء ممكن يكون مربك اما بالنسبة للبيت الخامس فالاجواء المستوى العاطفي تقريبا اليوم احسن يعني من ساعات الصباح بتحس انه في رغبة عندك اما للتقارب مع الاحبة او للتواصل مع الحبيب او للاطمئنان عليه او لمصالحته او للتراجع عن قرار ممكن برضو جزء منكم يتعامل مع احبته يعني احد الابناء او يكون له تعامل مع احد الوالدين بشكل قوي اما بالنسبة للبيت السادس فقولنا انه القمر يعني موجود لغاية ساعات الصباح فعشان هيك بتضل امورك بتتركز على العمل عشان هيك اذا كان عندكم عمل او موكلكم عمل واصلوا بالعمل هاد وحاولوا انكم تنجزوا وما تبادروا بعمل جديد خلال هذا اليوم يعني انجزوا الاعمال المطلوبة منكم واللي انتم مرتبينها من الايام الماضية من ساعات الصباح برضو بترغبوا في تعزيز شراكاتكم لان القمر في البيت السابع بصير وفي نوع من انواع التقارب ما بينكم وبين الشركاء شركاء العاطفة او شركاء المال او التلاقي او التقابل على مسألة معينة او الرغبة بانجاز بعض الامور الضرورية خلال هذا اليوم يعني الاجواء اجمالا فيها نوع من انواع الايجابية بتكون على مستوى بيت الشراكة اما بالنسبة للبيت الثامن الاجواء على المستوى المالي ممكن تضغط عليكم خلال هذا اليوم خصوصا الاموال المشتركة ممكن يتأجل موضوع الاعلاقة بقرض او معاملة بنكية شوي صير فيها بعض الاخطاء او مثلا تروح على بنك بدك تودع فلوس او تصرف شكات تلاقي فيه ازم كثير او زحم كثير ما تقدر تحصل او تتأجل الموضوع ممكن يتأخر موضوع الاعلاقة ببنك او ضريبة او تأمين او ديون الكو موعدين فيها اليوم تتأجل لليوم القادم او الايام الجاي اما بالنسبة للبيت التاسع فالاجواء داعم وبقوة على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع اشخاص خارج البلاد ممكن اليوم يكون لكم بعض الاهتمامات بامور الها علاقة بالدراسة او البحث عندكم قدرة استيعاب عالية ورغبة عالية برضو لامور الها علاقة اما بالروحانيات او بالغيبيات او بامور الها علاقة بدراسة فلسفية او دينية او الاهتمام بمسائل دينية او عقائدية عشان هيك برضو اثناء النقاشات حاول انك ما تعصب وما تمفعل في منك راح يكون عنده رغبة للاطلاع على موضوع معين او الاهتمام بمسألة معينة اذا كان الموضوع مفتوح على نقاشات حاول ما تحتد وما تتزمت برأي واحد اما بالنسبة للبيت العاشر فالاجواء تقريبا فيها نوع من انواع الضغط على بيت السمعة فعشان هيك منقول لك حاول انك ما تخالف القوانين وما تشوه سمعتك ما تدخل باشياء مشبوهة حاول انك تنجز اعمالك بالكامل ما تدخل بخلافات مع زملائك او رؤسائك بالعمل الاجواء فيها نوع من انواع الضغط على مكان العمل واللي بتعمل معهم اما بالنسبة لبيت المتاعب فالاجواء تقريبا جيدة على مستوى بيت الاصدقاء بتعمل نوع من انواع التقارب ما بينك وبين الاصدقاء وممكن انجاز بعض المعاملات ان استعانت ببعض الاصدقاء او المعارف ممكن يتوجه لك اليوم دعوي لحضور حفلي او مناسبة او لقاء او يكون عندك انت مناسبة معينة واشخاص يقوموا بزيارتك اما بالنسبة لبيت المتاعب فالاجواء تقريبا رح تضغطك في ساعات الصباح وطالع لاخر النهار ممكن يتراكم عندك بعض الاعمال ممكن ما تقدر تنجز كل اعمالك ممكن تشعر بالتعب والارهاق تحاول تاخذ قصد كافي من الراحة ممكن تقول لك في بعض الاهتمامات الطبية زي مراجعة الطبيب او فحوصات او بتشعر ببعض الاربكات الصحية اللي بتضطر انك انت تلغي كثير من الاشياء لياجل انك انت ترتاح برج العقرب طبعا المعروف انه خلال الايام الماضية قلنا انه القمر موجود في البيت الخامس عندكم اليوم من ساعات الصباح رح ينتقل للبيت السادس فكل الايجابية اللي انتوا كنتوا حاسين فيها وحسيتوا فيها بالايام الماضية ممكن شوي صير فيه نوع من انواعي السلبية خلال هذا النهر اما بالنسبة للبيتر اول فالاجواء تقريبا على المستوى النفسي لغاية ساعات الصباح ايجابية ولكن من ساعات الصباح بتشعر بنوع من انواع التوتر او التقلب بالمزاج او شوي بتشعر بنوع من انواع التعب بتحاول انك انت ترتاح او تبتعد عن كثير من الاشياء خلال هذا النهر او تلغي اشياء انت كنت مرتبها اما بالنسبة للبيت الثاني فالاجواء تقريبا ممكن بيصير بعض الاشياء الايجابية على المستوى المالي فممكن تحصل بعض الاموال او من عمل اضافي مثلا او اموال بتعود لك وممكن انه يكون لك بعض الاهتمامات كمستردات او هبات او مثلا تجيك هدية خلال هذا اليوم ولكن اهم اشي انك تحاول تراقب مصريفك وتبتعد عن التبذير اما بالنسبة للبيت الثالث فالاجواء تقريبا جيدة يعني بتدعمك بشكل جيد الا انه بس العصبية هي اللي ظهرها يعني انفعالتك وتوتراتك العصبية والقلق هاد هو بس اللي ممكن يسيطر عليك خلال هذا اليوم اما باقي الامور بالنسبة لعملية الاتصال والتواصل والاقناع وردات الفعل كلها هاي بتكون ايجابية وبتدعمك ولكن اذا كان عندك امتحان او كان عندك مقابل اليوم بدك تركز بشكل جيد وما تعتمد على الحضوض ممكن يكون لك تعاون مع اخ او جار او قلق على مسألة بتتعلق في اخ اما بالنسبة للبيت الرابع فالاجواء على مستوى البيت جيدة فاليوم بتحمل لك هاي فرصة للتلاقي او لانجاز او للتقارب ما بينك وبين افراد العائلة فممكن اليوم تكون في لمة او اجتماع او سهرة مثلا او نقاش في مشروع معين او الاطمئنان من شيء معين اهم شي انك انت تشحن حالك بطاقة ايجابية عشان ما تتوتر وتوتر اللي حواليك اما بالنسبة للبيت الخامس فان القمر بظل موجود عندك لساعات الصباح في البيت الخامس عشان هيك بتظل الامور العاطفية قوية لديكم وممكن يتميلوا لتقرب لأحباكم او التجاوب معهم او ممكن يكون فيه اشياء ايجابية تجمع ما بينكم بين الاحباء ولكن من ساعات الصباح دير بالك من التحسس من موقف معين او تتحسس او تعصب او تنفعل بسبب الحبيب اما بالنسبة لساعات المساء طبعا من ساعات الصباح ولساعات المساء القمر بنتقل البيت السادس فعشان هيك بتكون تنتبهوا كثير لصحتكم وللتقلبات الصحية تراقبوا وضعكم بشكل جيد ممكن يكون لكم اهتمام ببعض الاعمال لصعبتها او يظهر عمل شوي يكون مربك بحاجة للاهتمام اكثر او التركيز اكثر اما بالنسبة للبيت السابع فالاجواء تقريبا فيها نوع من انواع الايجابية لغاية ساعات الصباح ولكن ممكن يصير فيه سوء تفاهم يعني شوي يضغطك هيك ما بينك وبين تعاملك مثلا مع شريكك هيك تنزعج من تصرف او سوء تفاهم بصير ما بينكم خصوصا ما بين الازواج اما بالنسبة للبيت الثامن فالاجواء تقريبا ممكن يصير فيه نوع من انواع الاهتمام على المسائل المالية المشتركة فممكن تنشط بامور بنكية او امور مالية او سداد ديون او ممكن تجد اشي كنت فاقده او تهتم بشيء له علاقة بشيء قديم يا كتاب يا قصة يا رواية يا موضوع مثلا صور قديمة بتحاول انك تطلع عليها ذكريات بتحاول تسترجعها يعني كل الامور هاي ممكن اليوم تهتم باي مسألة منهم اما بالنسبة للبيت التاسع فالاجواء ضاغط اليوم دير بالك من العصبية والحدية اثناء التواصل مع اشخاص خارج البلاد ممكن يصلك خبر شوي يزعجك او ضلك قلق لمسألة الها علاقة باشخاص خارج البلاد او موضوع سفر او اوراق قانونية او معاملات ممكن برضو تظهر بعض المسائل اللي الها علاقة بالدراسة او بامتحان او نقاش تكون صعبة حاول انك تستعد وما تعتمد على الحظ بالفترة هاي اما بالنسبة للبيت العاشر فالاجواء على مستوى بيت السمعة تقريبا جيد اليوم فممكن تتعزز سمعتك او تعمل نوع من انواع التقارب ما بينك وبين زملائك او رؤسائك بالعمل او تهتم بعمل جديد او دورة او تنشط ببعض الامور الاجتماعية اما بالنسبة لبيت الاصدقاء فالاجواء جيدة وبتدعمك برضو بقوة فبتعمل نوع من انواع التقارب ما بينك وبين اصدقائك ممكن تحمل لك لقاء او دعوة لحضور حفلة او مناسبة او لقاء او زيارة مثلا او مجاملة او لقاء مع صديق ومرافقته في مسألة معينة او انه تواصل ما بينك وبين الاصدقاء يعني بمعنى اخر انه التواصل ايجابي اما بالنسبة لبيت المتاعب فالاجواء تقريبا روتينية الا انه بس بدك تراقب وضعك الصحي ممكن تحمل لك هاي نوع من انواع القلق الصحي عليك او على احد الاحبة برج القوس طبعا القمر موجود في البيت الرابع رح ينتقل للبيت الخامس فعشانك الاجواء رح تكون احسن اما بالنسبة للبيت الاول فطبعا كل ما اقتربنا لساعات الصباح بتلاقي طاقتك اختلفت بتلاقي في نوع من انواع الايجابية بتلاقي ثقة بالنفس بتلاقي في ترتيبات خاصة اليك اليوم ممكن تهتم بامور الها علاقة بالتجميل او الها علاقة بشراء شيء العلاقة بثياب او ارتداء ثياب انيقة او الاهتمام بشكلك العام اما بالنسبة للبيت الثاني فالاجواء تقريبا ممكن تضغط على امور مالية او مصاريف او دفعات او التزامات خلال هذا اليوم ممكن تحصل بعض المكاسب المالية اللي بتيجي من عمل اضافي ولكن بالمقابل بترتفع عندك الالتزامات او القلق المادي من مسألة معينة اما بالنسبة للبيت الثالث فالاجواء تقريبا جيدة رح تكون ورح تدعمك بشكل قوي على مستوى النقاش والحوار عندك سرعة بديهة وقوة ملاحظة وبرضة قدرة على الاقناع او النقاش خلال هذا اليوم يعني الاجواء ايجابية وبتدعمك بقوة وبتعمل تقارب ما بينك وبين اخ او ما بينك وبين جار وممكن تنشط بتنقل او بزيارة مثلا او رغبة بتغيير جو هيك تخرج بنزها مثلا اما بالنسبة للبيت الرابع فالاجواء تقريبا على مستوى البيت اليوم فيها نوع من انواع الروتين يعني تتعامل على حسب وضعك حسب طبيعتك حسب التزاماتك حسب نشاطك المنزلي ما فيه اي شيء لا ايجابي ولا سلبي اما بالنسبة للبيت الخامس فالاجواء تقريبا رح تأخذ منحنى غير رح تتغير باتجاه ايجابي على المستوى اللي له علاقة بالاحبة او التقرب منهم او الرغبة بالتفاهم معاهم او امور للتواصل فيهم او اشي عاطفي بشدك باتجاه حبيبك خلال هذا النهار ممكن يكون لك برضو تعاون مع ابن او مع احد الوالدين اما بالنسبة للبيت السادس فالاجواء رح تضغطك على مستوى العمل ممكن شوي تهتم بالامور العاطفية اكثر فهي تراكم عندك الاعمال او بعض الاعمال هيك يكون بدها اهتمام خاص وممكن الاهتمام بشؤون صحية اما بالنسبة للبيت السابع فالاجواء جيدة وبتدعمك بقوة على مستوى الشراكي فهي بتحملك نوع من انواع التقارب او التلاقي ما بينك وبين الشريك او بامور الها علاقة بالزواج او بالزوج او بامور الها علاقة بتطوير علاقة من حب لا ايشي الو علاقة بالرغبة بتكبير الموضوع لا ارتباط كامل اللي عنده اوراق قانونية او معاملات اليوم قانونية او ايشي الو علاقة بالمحاكم او القضايا فاليوم بتكون لمصلحته او بتظهر بعض الايجابية اللي بتكون لمصلحته اما بالنسبة للبيت الثامن فالاجواء ما زالت فيها نوع من انواع الضغط على الاموال المشتركة فهي بتسبب لك نوع من انواع الارتباك او الارباك بمسائل معينة ظهور بعض الحسابات او المعاملات او الاجتهادات على مستوى بنوك ضريبة تأمين اشياء من هذا القبيل وممكن تفقد بعض مقتنياتك وممكن يكون لك اهتمامات بتحصيل بعض الاموال ولكن انه يتم تأجيلها في اخر لحظة الايام القادمة اما بالنسبة للبيت التاسع فالاجواء جيدة وبتدعمك بقوة خلال هذا اليوم فبترغب اليوم من ساعات الصباح بالتواصل والاتصالات او التقرب مع اشخاص خارج البلاد او امور لها علاقة بالدراسة او بحث او امور علمية ممكن تهتم بموضوع الو علاقة بجامعة او مؤسسات تعليمية او دورات معينة اما بالنسبة للبيت العاشر فهو بيدعمك على مستوى العمل فممكن اليوم تحملك مناسبة او اشياء لها علاقة بالعمل ممكن تظهر بعض المسائل اللي تهتم فيها الزيادة لها علاقة بزميل او برئيسك بالعمل او اهتمامات على نطاق مكان العمل بتكون بحاجة لا انتباهك بشكل قوي اما بالنسبة لها بيت الاصدقاء فالاجواء روتينية خلال هذا اليوم يعني بتتعاملوا مع اصدقائكم بشكل روتيني وودي ما فيه اي شيء جديد ممكن تظهر بعض المسائل الخفيفة يعني للتواصل يعني بتكون في يعني هاي زيادة التواصل اما يتوجه لك دعوة لحفلة مناسبة لقاء ولكن بتكون مش لليوم ممكن لليوم القادم اما بالنسبة لبيت المتاعب فالاجواء تقريبا يعني بتحمل بعض النشاطات ولكن بدك تنتبه انه ما ترهق حالك كثير وما تراكم الاعمال عليك حاول انك تركز اثناء تأدية عملك لانه مخك رح يكون مشتة شوي ممكن برضو تهتم ببعض المسائل الطبية او العلاجية او امور الها علاقة بالمراجعات لطبيب او لمستشفى برج الجدي طبعا القمر رح يكون موجود في البيت الثالث ورح ينتقل للبيت الرابع فهذا رح يسبب لك نوع من انواع الارباك على المستوى الشخصي او النفسي ممكن يسبب لك نوع من انواع القلق او التوتر او يعني شغلاتك تستفزك خلال هذا اليوم او يكون عندك بعض الاعمال اللي شوية تكون مربكة او بكون عندك انشغال فكري زيادة عن اللزوم اما بالنسبة للبيت الثاني فالاجواء ممكن انها تكون فيها نوع من انواع الايجابية على المستوى المالي فبتحمل لك بعض الفرص المالية اللي عادة بتيجي من عمل اضافي او نوع من انواع المستردات او الهبات او المساعدات يعني الاجواء ايجابية ولكن يعني شوي اركز على المصاريف اما بالنسبة للبيت الثالث فطبعا القمر موجود فيه لغاية ساعات الصباح عشان هيك اللي بيقدم لامتحان بده يركز بشكل جيد واللي عنده تنقلات او عنده حركة اليوم كثيرة بده ينتبه اثناء حركته اثناء تنقلاته اثناء قياته للسيارة حاول تركز بشكل جيد وبرضو امسك عصبيتك ممكن يكون لك تعاون او اتصال بينك وبين اخ او جار اما بالنسبة للبيت الرابع فالاجواء طبعا القمر رح ينتقل على البيت الرابع فرح يكون لك كثير من الاهتمامات المنزلية او العائلية وممكن يتفضلوا الاجواء البيتية او يتحاولوا انكوا تضلوا في البيت او ما تخرجوا للعمل او انه اذا خرجت للعمل بتسارع للعودة للبيت ممكن يكون فيه نوع من انواع الاهتمامات البيتية او باحد افراد العائلة مثلا او موضوع معين بيتطلب منك نوع من انواع الاهتمام المنزلي اما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي الاجواء يعني من ساعات الصباح ممكن هيك يكون فيها نوع من انواع القلق او التوتر او الانزعاج او رغبة بالتواصل مع الحبيب ولكن فيه شيء مانع او فيه شيء ضاغط او شيء بيسوب بنوع من انواع التحسس اهم شيء انه اليوم ممكن يحمل لك نوع من انواع القلق على موضوع بتعلق في احد الابناء او احد الوالدين او موضوع يعني بيقلقك باتجاه الحبيب اما بالنسبة للبيت السادس فالاجواء جيد اليوم على مستوى العمل ممكن تنجز بعض الاعمال الضرورية والمهمة وممكن يكون لك بعض الاهتمامات الصحية ممكن تهتم بمسألة لها علاقة بالعمل او يجيك عمل جديد صحيح انه ممكن يكون مرهق يعني او يكون كثير العمل عليك ولكن عندك قدرة على الانجاز ولكن بتتعب من كثرة هاي الاعمال ممكن يكون لك برضو اهتمام يعني لمراجع الطبيب او موضوع ادوية او نتيجة لفحص انت كنت عامله اما بالنسبة للبيت السابع فالاجواء ضاغطة على مستوى بيت الشراكي وهاي بتعمل نوع من انواع التقلم عندك بالمزاج او حدية او رغبة بالفرض السيطرة او التدخل او التحكم بالشريك وخصوصا شريك العاطفة فممكن تحاول تفرض سلطتك عليه او تحاول تصدر قرارات او قوانين او حتى ما تخليه يتنفس في مسائل معينة يعني بتكون ضاغط بشكل كبير حاول انك يعني ما تفرض سلطتك بشكل كثير او تتحكم في الشريك لانه هاي شغلات ممكن تعملك مشاكل في الايام القادمة اما بالنسبة للبيت الثامن فالاجواء تقريبا جيدة على مستوى الاموال المشتركة فممكن ان تظهر بعض المسائل الايجابية اللي لها علاقة ببنك او ضريبة او تأمين او تظهر بعض المسائل المالية اللي كان يعني مقلقيتك بالفترة الماضية فتبدأ بواد الانفراج لالها ابتداء من اليوم او حلول لبعض المسائل اللي بتكون معقدة اما بالنسبة للبيت التاسع فاليوم يعني فيه هيك نوع من انواع الحدية او الاضطراب على مستوى الدراسة او مستوى البحوث او قلق على مسألة علمية او قلق على مسألة نقاش او دورة معينة مثلا بتكون فيها صعوبة صعوبة في التركيز او صعوبة في القراءة اهم اشي اللي عنده امتحان او مقابلة بده يركز بشكل جيد وما يعتمد على الحضوض اما بالنسبة للبيت العاشر فالاجواء على مستوى بيت السمعة تقريبا بتكون جيد اليوم فممكن هاي تحمل لك بعض الفرص الجيدة اللي تقارب ما بينك وبين بعض الاشخاص او تستشير بعض الاشخاص في مسألة معينة فيساعدوك فيها ممكن يكون لك بعض الاهتمامات ببعض المسائل اللي بتتعلق في زملاء العمل او رؤساء العمل زي لقاء او اجتماع او زيارة مثلا او انجاز بعض الاعمال بشكل مشترك اما بالنسبة لبيتك 11 فالاجواء على مستوى بيت الصداقة جيدة برضو بتعملك نوع من انواع التلاقي او زيارات العائلية او الاشياء اللي لها تبادل الزيارات او الواجبات اللي بتحب تأديها بشكل يعني ضروري خلال الفترة اما بالنسبة لبيتك 12 فالاجواء فيها نوع من انواع الضغط على مستوى العمل فممكن تتراكم عندك بعض الاعمال او ترهق حالك بعمل معين وممكن يكون لك يعني شوي هيك نظرة او تركيز على موضوع الطعام يعني شوي يكون في هيك علامة استفهام على موضوع الطعام وبرضو امور الها علاقة بالصحة او مراجعة طبيب او زيارة مريض برج الدلو طبعا بالنسبة للبيت الاول الاجواء تقريبا اليوم احسن بتدعمك بقوة بتكون لصالحك بكثير من المواقف ممكن تعزز من ثقتك بنفسك وتعطيك طاقة ايجابية او جراءة على انجاز بعض الامور او الاهتمام بامور الها علاقة بالجنس الاخر اما بالنسبة للبيت الثاني فالاجواء بتظلها فيها نوع من انواع الاهتمام بالامور المالية او مواضيع الها علاقة بترتيب وضع مالي معين اهم شنكو تتجنبو شراء اي حاجية ثمينة بنكو تخففو من النفقات وبرضو تراقبو الوضع المالي بشكل جيد او ترتبو ورقم المالية بشكل جيد اما بالنسبة للبيت الثالث فطبعا القمر راح ينتقل اله من ساعات الصباح فعشان هيك اليوم تكثر عندكم الاتصالات والتنقلات والحوارات والنقاشات والرغبة للتواصل مع المجتمع وممكن تفكر حتى بالخروج هيك لتغيير جو او عشان تمشي بس بالطرقات او يعني بدك تطلع من اطار الاطار التقليدي حابب انك تغير جو اليوم اما بالنسبة للبيت الرابع فالاجواء على المستوى البيت ممكن تظهر بعض المسائل اللي شوي تكون فيها نوع من انواع الارباك يعني زي اهتمامات نوع من انواع المشاكل او حلة مشكلة معينة مشتريات زيادة ديكور ترتيبات تصليحات اثاث اشياء من هذا النوع ممكن تهتم ببعض المسائل هاي شوي تنزعج من اشياء بتتعلق فيها واشياء ممكن انه تكون سهلة وتحاول تنجزها ولكن بالنقاشات العائلية حاول انك تضبط عصابك اما بالنسبة للبيت الخامس فالاجواء رح تتحسن بشكل جيد اليوم برضو اليوم تعزيز العلاقة العاطفية او الرغبة بالتقرب من الحبيب بتكون باوجها ممكن اليوم يعني شغف او رغبة للتواصل مع الحبيب او ممكن لتجربة الحظ او اشياء الها علاقة بابن او باحد الوالدين يعني في اشياء رح تظهر او رغبة عارمة بتكون عندك ممكن تنشغل برضو بامور الها علاقة بالنزوات او تغيير الجو او الرفاهية او الترفيه في منكو اشخاص رح يتجه اتجاه عكس كل هذا اللي احنا حكيناه رح يدخل في الامور الفكرية اما بحث في مسألة معينة او يرغب بهواية معينة او يمارس هواية قديمة يعني عاود يرجع يجددها اما بالنسبة للبيت السادس فالاجواء ضاغطة على مستوى العمل فممكن تظهر بعض المسائل المربك اليوم ما تقدر تنجز بعض الاعمال وبرضو ممكن تقلق لشأن الو علاقة بالعمل او يظهر مشكلة الها علاقة بالعمل تتطلب منك جهد لحلها وبرضو الاهم انك تراقب الوضع الصحي تبعك من التقلبات لانه الاجواء شوي ضاغطة فهي بتسبب لك نوع من انواع التوترات او التقلبات الصحية اللي بتيجي بشكل مفاجئ لانه حكينا بتوقعات الاسبوعية انه الشمس رح تعمل زاوية مقابلة فهاي بتضغط عليك بالعمل وبالصحة اما بالنسبة للبيت السابع فالاجواء على مستوى الشراكي جيدة فاليوم ممكن تتلاقى او تتقارب انت والشريك او الشريك العاطفي او شريك العمل فممكن تتلاقى على مسألة معينة او تراجع عن قرار سابق او اتفاق معين او رفقة في مشوار معين او يعني بتكون الاجواء اجمل من الايام الماضية اما بالنسبة للبيت الثامن فالاجواء بتدعمك برضو على المستوى الاموال المشتركة فممكن تظهر بعض المسائل اللي لها علاقة بالاموال المشتركة فتنشط في حل بعض المسائل او بحث عن اشياء لها علاقة بتعزيز وضعك المالي المشترك زي بنك ضريب تأمين صحيح انه ممكن ما تظهر النتائج في خلال هاي الايام ولكن بالايام القادمة ممكن تكون لصالحك اما بالنسبة للبيت التاسع فالاجواء جيدة على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع اشخاص خارج البلاد او امور علمية او اوراق قانونية او معاملات او امور الها علاقة بالسفر او بالاستراد والتصدير يعني تقريبا هاي الامور اللي رح تكون ايجابية على مستوى البيت التاسع اللي الها علاقة بالاتصالات والدراسة وامور خارج البلاد اما بالنسبة للبيت العاشر فالاجواء جيدة وبتدعمك على مستوى بيت السمعة فممكن اليوم تعززوا علاقتك ببعض الاشخاص او تستشير في مسألة معينة او تساعد بعض الاشخاص في مسألة معينة ممكن شوي يصير فيه نوع من انواع التوتر اثناء تعاملك مع زميل او مع رئيسك بالعمل او مشكلة في مكان العمل اما بالنسبة لبيتك 11 فالاجواء تقريبا جيدة على مستوى بيت الاصدقاء بتعمل نوع من انواع التقارب ما بينك وبينهم صحيح ان الاجواء ممكن تحدث بعض المفاجآت الها علاقة بالاصدقاء او انت تبتكر مفاجأة او تفاجئ بعض الاصدقاء بشي معين اما بالنسبة لبيت المتاعب فالاجواء شوي فيها نوع من انواع الضغط فعشان هيك بدك تنتبه لبعض المسائل اللي لها علاقة بالعمل يعني ما تراكم العمال ما تجتهد بمسألة لها علاقة بالعمل بدون دراستها بشكل جيد ما تتهور وفي نفس اللحظة راقب غذائك وراقب صحتك برج الحوت طبعا معروف ان القمر بما ان انتقل لعندكم وموجود عندكم لغاية ساعات الصباح فثقتكم تظلها عالية بالنفس عندكم نشاط عالي اهم ايش انكم ما تبادروا بعمل جديد خلال هذا اليوم لحديث ما تستقر الاوضاع الفراكية وتفهم الوضع بشكل جيد وتنجز الاعمال اللي بين ايديك بعدين انقل لغيرها اهم ايش ان اليوم ممكن يكون لك اهتمامات شخصية اما بالنسبة لمن ساعات الصباح طبعا القمر راح ينتقل للبيت الثاني لا اليك فعشان هيك تنهمكوا في ضبط ميزانيتكم وترتيب الامور المالية او تحصيلات او فوتير او دفعات او اشياء لها علاقة بالمفاوضات المالية اهم ايش انه يعني شوي ما تبالغ بالمصاريف وما تبالغ بلم اليد خلي ايدك وسط اما بالنسبة للبيت الثالث فالاجواء تقريبا يعني ممكن تنشط ببعض المسائل او الاتصالات او الحوارات او التنقلات ولكن مش برغبة الايام الماضية ممكن اليوم يعني يكون في رغبة او نشاط على مسائل معينة يعني بس يلا اجواء بتساعدك فيها ولكن دير بالك بس من الانفعال والعصبية او التهور اثناء القيادة اما بالنسبة للبيت الرابع فالاجواء على مستوى البيت يعني تقريبا نقدر نحكي انه ممكن تظهر بعض المسائل الايجابية اللي تدعمك خلال هذا اليوم ممكن تحل مسألة قديمة او تنجز بعض الاعمال المنزلية اللي كانت مربكة في الفترة الماضية او يكون لك بعض الاهتمامات العائلية خلال هذا اليوم للتقارب مع احد افراد العائلة او انجاز مسألة بتتعلق بالبيت او بالعيلة اما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي تقريبا اليوم بتنزل الامور عندك بشكل ملموس فممكن اليوم حدية او العصبية او التقلب بالمزاج او التحسس او القلق على مسألة بتتعلق باحد الاحبة او باحد الاولاد او باحد افراد العائلة الكبار اللي هو اب او ام اما بالنسبة البيت السادس فالاجواء جيدة على مستوى العمل فممكن تنجز بعض الاعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم وممكن تظهر بعض المسائل على مستوى العمل شوية تكون مربكة او ضاغطة عليك اهم شي انك تركز بشكل جيد بتقدر تنجزها ولكن الاهم اللي هي الاهتمامات الصحية اللي ممكن تظهر خلال هذا اليوم اليك او لاحد الاحبة او لاحد الاقارب اما بالنسبة للبيت السابع على مستوى الشراكي الاجواء بتحتد اليوم برضو نفس الشيء بتحمل نوع من انواعي الحسسية يعني بمعنى اخر حسسيتك اليوم عالية شوي بتتحسس من ادفة الامور وممكن تنجرح مشاعرك بكلمة او بنظرة او باسلوب فحاول انك انت تعزز النقاط هاي وما تتحسس ممكن يكون لك نوع من انواع التعامل ما بينك وبين الشريك خلال هذا اليوم ولكن ابتعدوا عن الحدية اما بالنسبة للبيت الثامن فالاجواء جيدة على المستوى الاموال المشتركة فممكن تهتم ببعض المسائل اللي لها علاقة بالديون بالضريبة بالتامين بالبنك بفواتير عندك بتحاول تسددها او ترتبها بالالتزامات المالية بالدفعات يعني بصير قلق على هاي المسائل ممكن تسترد بعض الاموال اللي اليك او تطالب ببعض المستحقات اللي اليك انت عند الناس اما بالنسبة للبيت التاسع فالاجواء تقريبا بتضغط على مستوى الاتصالات البعيدة او تواصل مع اشخاص خارج البلاد ممكن تقلق من مسألة علمية او موضوع دراسي او موضوع بحث او موضوع جامعي او مؤسسة تعليمية او دورة مثلا يعني بصير فيه نوع من انواع القلق اما انك ما بتركز وما بتستوعب اللي بنحكى او بكون عندك بطء في عملية الحفظ اما بالنسبة للبيت العاشر فالاجواء يعني بتصير جيدة وبتدعمك اليوم على مستوى عملك ومستوى علاقاتك بالمسؤولين او بزملائك بالعمل وممكن تظهر مسألة الها علاقة بالعمل للفترة القادمة تدعمك بشكل قوي او تكون لمصلحتك اما بالنسبة لبيتك 11 الاجواء يعني شوي فيها نوع من انواع التقلب يعني بتحاول قدر الامكان انك تختصر الاصدقاء بالفترة هاي او تقلل من الاحتكاك بالاصدقاء الا بالواجبات المهمة او الملحة او الضرورية ولكن انت من داخلك يعني ما عندك الرغبة الكثيرة يعني للخروج واللقاء الاصدقاء هذا ممكن تتواصل بس كنوع من انواع العلاقات العامة اما بالنسبة لبيت المتاعب فالاجواء يعني تقريبا ممكن تكون ايجابية اليوم هي الاغلب ايجابية بتساعدك على انجاز بعض الاعمال وبرضو ممكن تظهر بعض المسائل الصحية اليوم او نتائج صحية او تقلق بشاء صحي ممكن تقوم بمراجعة طبيب او الوسواس من وضع صحي معين او مراجعة يعني مستشفى اما اليك او لزيارة احد الاصحاب او احد المقربين لا اليك هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله اعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء قام ب Elliot اترككم في ر wealthy قام ب strictlyا اترككم في ر Sal Aquí